بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله يسعدني ان اتواصل معكم من خلال تقديم مقرر الكمبيوتر ايديت مانوفاكشرينج واللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى نقدم ليكم فيه المعلومات التي تسعدكم على فهم هذه المادة بسهولة ويس والتعامل مع الماشينز اللي هنعرضها من خلال هذا المقرر اذن الله تتعاملوا معها بسهولة وتعرفوا تبرمغوها وتشتغلوا بيها ازاي بإذن الله الوقت بنبدأ بعرض الكورس كونتنس حب اوضح ان الكورس كونتنس او المقرر بتاعنا بينقسم الى two parts part one اللي هنعرض فيه الجزء اللي خصه CNC وpart two هيكون بإذن الله لشغل الروبوتكس part one مكون من five chapters chapter رقم one اللي نعرض فيه introduction to CNC machines ومن خلاله بنعرض للنومريكال كنترول بنعرف يعني ايه نومريكال كنترول حب اوضح الاول ان كل تشابترز هتلاقي اول نقطة فيه هتبقى دائما وابدا learning outcomes يهمك جدا ان انت قبل ما تبدأ في دراسة اي وحدة انك تعرف ما هي المخرجات ما هو الهدف الاول اللي انا هدرس منه هذا التشابتر وما هي المخرجات اللي انا هطلع بيها من دراسة هذا التشابتر لذلك لازم تعرف ما هي المخرجات الاول قبل دراستك لهذا التشابتر بعد كده بنبدأ يبقى ايضا كل التشابتر زي ما اتفقنا كده خلاص هتلاقي فيه learning outcomes بعد كده من what's numerical control بعرف ايه هو numerical control وبنعرف objectives والadvantages والdisadvantages واللي هي limitation وبعد كده بنعرض ما هي الصناعات الاكثر تأثرا واللي بتطبق النومريكال كنترول وبعدين basic elements of cnc system هنتكلم عنه ننتقل بعد كده الى ايه هي types of numerical control هنلاقي عندنا ال nc وعندنا cnc طبعا احنا دائما بنستهم ال abbreviations يعني cnc هي ال abbreviation لمين للكمبيوتر numerical control وال direct numerical control اللي هو ال dnc وبعد كده هنشوف ايه هو ال computer edit design and computer edit manufacturing بنعرض بعد كده ايه لل machine types فيه عندنا lith machine وعندنا milling machine وبعدين بعد كده عندنا programming systems تمز بنعرف ان احنا ازاي نعمل عملية ال programming ازاي نفاهم المشين فعندنا بنقول في incremental system وعندنا absolute system ايه الرسمة اللي عندي عايز اعرف ان انا ال data اللي عندي على المشين عشان نعملها عملية البرنامج فال programming فهي عندنا ال incremental اللي اما عندنا ال absolute بعد كده بنعمل programming format نعرف لازم لكل machine يا شباب لها او cnc دي لها فرمات معينة نعرف ازاي ندخل الاكواد اللي يجهز g codes وال m codes والكلام ده اخر حاجة بنتكلم فيها في هذا اللي سابتر اللي هي machine zero point لازم تفهم اني لازم في نقطة بداية بتنطلق منها التول عشان تبدأ تعمل عملية التشغيل فلازم نعرف نحدد فين نقطة البداية بالنسبة للتول وبالنسبة للwork piece اللي انا شغال عليه وبالنسبة للمachine فين المachine zero point اللي انا هبدأ الانطلاقة منها وابدأ اعمل عمليات التشغيل بعد كده بننتقل لشابتر 2 بنعرف فيه لالترنينج سنتر بنجد فين احنا عندنا 2 main lessons اللي هما البيزيك ماشين براكتس والماشين من خلالهم بنعرف فيهم الماشين اللي هي الماشين البيزيشنز والكتن والبورسيسنز والبورسيسنز والبلو برينس الريدن الديمانشن وفي الماشين بنعرف الله واحنا عندنا نوع واحد من الماشين ولا عندنا انواع مختلفة لا احنا عندنا اشكال مختلفة هنبدأ نعرضها بعد كده بننتقل لترنينج سنتر بوغرامنج نعرض بقى خلاص نبدأ نعمل عملية البرمجة بيقول نبدأ بترنينج ترنينج تول اند اوبراشنز وهنبدأ بعد كده البروغرام ستارت فلاك زي يبدأ البروغرام وازاي اعرف الادنفيكاشن نمبر اعملها والكلام ده بعد كده ادخل على الليتر كودز اللي هما جي كودز والم كودز والف كودز وهكذا هنشرحهم تفصيل وبعدين بلخصلك البرنامج بطريقة بسيطة وبنقسمه اللي هما ثري ماجور فايس وفي سي انسي بروغرام وبعدين نبدأ للسي انسي بروغرام ننقل بعد كده على chapter 4 اللي هو turn center exercise بعد ما عرفنا عملية البروغرام والكلام ده بننقل على نطبق الكلام اللي تعلمنا على exercise نستطيع من خلاله نحصر في كل الخطوات اللي عملناها قبل كده ونطبقها مباشرة بنعرف الرف and finish cycle example ده برضو بنطبق فيه الرف cycle والف اخر حاجة هنتكلم عليها CNC drilling فبنقول فيه بنعرف drilling and the operation relating to drilling وبعد كده بنعرف thread systems وهمني جدا انك تعرف تقرأ thread وتعرف الانظمة بتاعته زي وبعدين بنتكلم على code for whole cycles وبعد آخر حاجة بنطبق على exercise فهمنا الكلام ده نراكم ان شاء الله في الشريحة القادمة اللي هنعرض فيها part 2 السلام عليكم ورحمة الله